موضوع التفاصيل الخاصة حضرتك بأجهزة حماس يعني الأجهزة الخاصة بحماس أو الإدارة الداخلية أو ما إذا ذلك أنا عايز أقول نقطة مهمة ربما تغيب عن الأزهان إن السلطة الفلسطينية وموازنة السلطة الفلسطينية بتوجه أكتر من 40% أما تذكر لي حماس لقطاع غزة تلقى ده مش حماس ومش حماس جزء الآخر هناك أحاديث إسرائيلية على حماس الجديدة أي حماس الجديدة اللي هي حماس اللي هي يمكن أن تقبل أنا في تأديري لا الأوروبيين ولا الأمريكيين هيسمحوا بمساحة لوجود حركة حماس ربما يكون هناك أي مساحة ولا تقليص مساحة حماس لا أي مساحة لن يكون هناك قبول الإدارة الأمريكية إذا استمرت ما هو أنت غزة أصبحت ترمومتر لما سيجري في الإقليم يا سات النائب هذا الكيان الصغير اللي قال بالعالم كله ده مش أوكرانيا أنا أكلم بقى حضرتك على جزء من معدة الإقليم واللي هتتشكل ما سيجري في قطاع غزة سات النائب هيبقى قابل للتكرار في ترتيبات أمنية والستراتيجية في الإقليم أربط الأحداث مع بعض اللي حصل في البحر الأحمر طب وكلاء الإقليميين الأطراف حزب الله ده عبارة عن فروع لموضوع أكبر هو الترتيبات الأمنية والستراتيجية الولايات المتحدة في حالة ارتباك طبعا لظروف الانتخابات ولأمور كتيرة جدا فبالتالي ما يجي لك وزير الدفاع الأمريكي ويجي رأسي الأركان وقائد القوات المركزية الأمريكية ويكلمك على الترتيبات الأمنية سواء في مناطق أو مناطق التمثل الاستراتيجية هو عينه على الإقليم وليس غزة غزة من السهل عادة ترتيبة محترمي وتقديري لكل ما يجري بمعنى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إنهاء الحرب اليوم ستتدخل الإدارة الأمريكية وتميح حالة الحرب لكن لا نقاش في هذا ستنا طب إيه اللي مخلي الإدارة الأمريكية مستمرة في هذا الأمر عدة اعتبارات أولا في المجمع العسكري الصناعي في الولايات المتحدة بيدخ أسكحة في مصالح مصالح كبيرة جدا درقم واحد اتنين إن الرئيس جو بايدن بتعامل مع إسرائيل النشأن داخلي غير وجماعة مكونات الإتلاف فهناك خلافات دائرة في هذا الإطار باعتبرها ولاية أمريكية ولاية أمريكية وبالتالي فيه ترتيبات بتجرى في هذا الإطار ويمكن نتنياهو حالة احتقان مع الإدارة والبديل موجود زي ما قال أسامة المعارضة موجودة يعني ما فيش مشكلة أن احنا نعوم دور الناس دي في مرحلة لكن أنا في تأدير الأخطر الترتيبات الأمنية ستنقى ودي مهمة جدا حضرتك تبص عليها ترتيبات الأمنية لن تقتصر على غزة إنما ستمتد إلى مناطق متعددة في الإقليم يعني أنت بتتكلم على حزب الله حزب الله جزء مهدد أكبر من حماس وأكبر من أي تهديدات يعني حزب الله نفسه النهاردة الميليشيات الحوسية بتسجل حضور عسكري وستراتيجي ما كانتش بتسجل قبل كده صح وبالتالي فيه قوة محيدة النهاردة لازم تربط كل ده في البروف القادمة للإقليم الإدارة الأمريكية هل تتحمل مصالحها إنها تتضرر بهذه الصورة يعني الأمريكان ما يكلمه حضرتك على التحالف اللي هو منها حنعمل سيدي ما قبلها فيه تحالف اسمه 153 وكاننا احنا مسكناه مع الأمريكان مسكو بعدها في القيادة قبله كان نقول مركزي الأمريكي ترتبات الأمنية ستشمل الإقليم الهدف الأكبر إيران أنا في تأديري الهدف الأكبر إيران الأمريكان مشتعين من التقاربات العربية الإيرانية بطبيعة فيه تخوف وفيه توجس الاتنين مع بعض حضرك ساتي نائب ده أمر مهم جدا وأيضا دول العربية أصبحت رشيدة يعني خلينا أراهن في هذا الدول العربية أصبح لها رؤية ومقربة مع الإدارة الأمريكية فبتتعامل الآن على مستوى الندية إن احنا مش داخلين معاكم التحالف آه فيه شراكة عسكرية وستراتيجية بس بشروطنا يعني فيه تغيرات مفصلية في العلاقة حضرتك هتقعد تدير الأزمة دي أنا في تأديري لغاية الانتخابات الأمريكية لغاية الانتخابات الأمريكية إدارة للأزمة ثم بعد ذلك نتحدث عن الترتبات الأمنية حتى الآن الترتبات الأمنية في قطاع غزة لم تتضح معالمها بعض برغم كل الحديث عن بلوكات وكانتونات ومناطق أمينة ومناطق وبفرزو لغاية نهاية ده